جهود كبيرة تبدلها مصر للإعداد لقمة المناخ المقبلة كوب 27 التي تعول عليها دول العالم الوصول إلى قرارات قوية لمواجهة أثار تغير المناخي تلك الأزمة التي تتزايد حدتها أمام العالم أجمع وتحرص دولة مصرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالتغير المناخي لإظهار تجاوب الكبير من جانبها تجاه كل القضايا التي يعاني منها العالم من أجل إيجاد الحلول لها بما يحقق النمو والإزدهار لشعوب العالم منددى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خصص جزءا من جلسات المناقشة التي يتضمنها لمناقشة سبل مواجهة أثار تغير المناخي من أجل طرحها خلال القمة المقبلة للتغير المناخي تغيير أساليب الرأي والاستغلال الأمثال للمياه والاعتماد على الطاقة المتجددة وهو ما ظهر جاليا في العديد من المشروعات القومية المهمة التي دشنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وتركز القمة المقبلة للتغير المناخي على مساعدة الدول النامية والإفريقية والأكثر تضررا على البدء سريعا في إجراءاتها للمواجهة والتكيف حيث تسعى مصر لعرض المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية في هذا الشن حيث تأمل أن تحقق القمة تقدما في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار لمواكبة تقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني وتسعى مصر إلى العمل على بناء جسور التعاون وإزالة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة تساعد على الاتفاق والتقدم في القضايا الحاسمة المطروحة عبر تبادل الأفكار والرؤى والعمل الجاد للوصول لقرارات عادلة متوازنة وشاملة للإسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في مسار مواجهة آثار تغير المناخ ومساعدة الدول النامية والإفريقية لمواجهة تلك التغيرات